اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مرض سبب كل معصية وهو مرض القلب هل القلب يمرض نعم لأن الإيمان ينقص ويزيد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد الله الذين اهتدوا هدى كم من إنسان تجري على لسانه هذه المقولة قلبي قاس أشعر بضيق أشعر بعدم شراح رب مال وافر عنده عدو زوج وأولاد ولكن ضيق ضيق القلب هذا مرض اسمه مرض القلب وسمي القلب قلبا لكثرة تقلبه يتقلب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة بالإيمان أيها الإخوة الكرام كيف يعرف الإنسان أن في قلبه مرض أو ضعف الآن إذا ذهبت إلى الطبيب حتى يتأكد من خلوك من مرض معين عفان الله من كل الأمراض ونحن في زمن الأمراض يقول لك أول شيء حلل اذهب وحلل الدم تأتي بالتحليل في بعض الإختصاصات يقول لك صور لي مرنان وطبق محوري وأجري لي تلك الفحوصات المعينة نحن كيف نعرف أن فينا ضعف في إيماننا وللعلم أيها الإخوة الكرام قوة الإيمان لا علاقة لها بسن الإنسان بجوز عمره سبعين سنة عمره ستة أشهر إيمان ضعيف بجوز شاب عمره أربطعشر سنة إيمانه إيمان الأولياء المتقين الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أريد أن أعطيكم لا أريد أن أطيل أريد أن أعطيكم ظواهر تدل على أن الإيمان ضعيف في نفس الإنسان يجب عليه أن يتدارك هذا الضعف وأن يسلك الطريق الصحيح أولها الوقوع في المعاصي والمحرمات أول شيء يقع في الذنوب الصغيرة ثم لا يأبه لها فيقع في التي هي أكبر منها أول شيء معمي غطب صار بعدين صار يصافح بعدين صار يخلو زنى لا تقف هنا ثم يتبجح بمعصيته يعرض عضلاته أمام الناس بأنه ارتكب المحرمات هذا دليل ليس على ضعف الإيمان هذا إنسان يحتاج إلى كثير من السلوك إلى الله عز وجل لأنه ربما لم يبقى بينه وبين ذهاب الإيمان من قلبه إلا مثقال حبة من إيمان الأمر الثاني يشعر دائما بقسوة القلب يسافر يأتي سيارة موجودة بيت موجود أولاد موجود دائما قسوة القلب دائما تأتي من الذنب ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك مهد القلب اللي عم ينبض بالدم لا قلب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هناك قلب آخر يتعلق بالروح والنفس قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وصاحب القلب القاسي لا تنفعه موعظة حتى لو سمع الموعظة لو أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي أيضاً من مظاهر ضعف الإيمان تركوا العبادات وإن لم يكن تركها فالتكاسلوا عنها سألت أخ في بحر الأسبوع الماضي مشكلة عنده مشكلة هو زوجته تلوه بتصلي الصبح قال لي لا تلوه الظهر قال لا طب العصر المغرب والعشة ولا فرض تلوه إنت وتصلي قال لي لا ما يصح لي هل أنت مسلم أول علامات الإسلام مش الإيمان علامة فارقة بين الرجل وبين الكفر تركوا الصلاة هذا عنده مرض يعني إذا واحد ذهب إلى طبيب القلب وألوله 95% من ثلاث شرايين في قلبك مصطومين يعني هذا شو الحالة الصحية تابعه هذا يحتاج إلى عملية قلب مفتوح بالسرعة القصوى لأن وضعه حرج والذي يترك العبادات ونحن أصبحنا في زمن لو أريد أن أعرج أريد أن أتركها إلى آخر الخطبة نحن في زمن صعب أيها الإخوة الكرام زمن صعب تصوروا أن بعض الأخوة الكرام يستفتونني قبل أن آتي أنه في صلاة جمعة ولا نصلي في البيت هذا الذي يخطط لنا وصل إلينا دولتين عربيات الآن صدرت فتوى من إدارة الفتوى بأن الإنسان إذا ما بده يجيع إلى صلاة الجمعة ما في مانع وعلموا على كلامي برمضان حيئلول أمر آخر صلاة الترويح يُعفى منها الناس وربما لا سمح الله يُصدر قرار بإلغاء الحج هكذا حيلة بيننا وبين الطاعات وهناك كثير من شباب المسلمين يريدون أن يسمعوا هذه الكلمة حتى يُقال لهم يا جامع المسلمين أنت بسكر ونحن المستريحين أول أسبوع ثاني أسبوع ثالث أسبوع خلص استمرأ عدم الطاعة ولن يأتي بعدها إلى صلاة ونسأل الله عز وجل أن يصرف البلاء عن هذه البلدة وسوف تعلمون بركة حديث رسول الله عن الشام في الأيام المقبلة العالم يثور ويفور ونحن في مأمن ربما امتحنا في تسع سنوات اتحانا صعبا ولكن الله سلم ونسأل الله أن يُسلِّمنا وأن يُسلِّم المسلمين من كل دا ترك العبادات أيًا كانت سله سل إنسان إمتى آخر مرة مسكت القرآن وتعبدت الله بل لك على باب غرفة الطوارئ من خمس سنين لما كانت زوجتي أو أمي أو أبي وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ترك العبادة ولو صلاة الجمعة ولو صلاة الجمعة هذا دليل على أن هناك ضعف في الإيمان بلادنا طاهرة نأتي إلى مساجدنا ومساجدنا طاهرة ونظيفة ولا شيء فيها ساني اللي بتوجس روح توجس لما تذهب إلى عملك وتخالط الناس في أماكن لا تعرف الطهارة أما أن نفتش عن سبيل لنستريح في بيوتنا فهذا ليس أيضاً بشأننا أيضاً أيها الإخوة الكرام من مظاهر ضعف الإيمان التعلق بالدنيا إذا فاتوا شيء من الدنيا حظ من الدنيا فاتوا بيعة يشتغل بالبيع والشراء يندب حظه لا ينام الليل راحت عليه بيع راحت عليه شروة راحت عليه مشوار لماذا لا تبكي إذا فاتتك صلاة قيام الليل لماذا لا تبكي إذا فاتك مجلس فيه خير لماذا لا تتحسر إذا فاتك مجلس تتنزل فيه الرحمات هذا ضعف الإيمان أيها الإخوة الكرام آخر مظهر هو الابتعاد عن الأجواء الإيمانية عن الصلاة صلاة الجماعة مجلس العلم أهل الشام كان عندهم كل يوم مجلس علم يا بين المغرب والعشة يا بعد صلاة الفجر نهيك هاي بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر يعني دريس كما يقولون بين المغرب والعشة الآن من رمضان إلى رمضان لا نحضر مجلس علم من رمضان إلى رمضان لا نستمع إلى أستاذ داعية نتفقه أمر ديننا حتى في رمضان من كثرة ما نكثر من الطعام والشراب ليس عندنا قدرة أن نزيد في الطاع طيب شو هو الحل هل هاي الظاهر ندوى سوف أعطيكم الدواء أول دواء أيها الإخوة الكرام أن نكثر من العمل الصالح أيًا كان نوع العمل الصالح العمل الصالح يزيد في الدين عمل الصالح الابتسام عمل صالح صدق عمل صالح الإحسان إلى الزوج عمل صالح أيًا كان أكثر من الأعمال الصالحة خدمة الناس عمل صالح يوم كنت أتحدث عن التابعي الجليل الحسن البصري قال هو صاحب هذه المقولة لأن أقضي حاجة أخي لي في الله أفضل عندي من أن أعتكف شهراً شهر امشي بخدمة مظلوم أنتم المدراء الموظفين أيًا كنت لما تعرف أن هذا مظلوم روحوا خدموا هذا عمل صالح هذا يزيد إيمانك فيه أيضاً أيها الإخوة الكرام نوع من العبادات سبحان الله العبادات كلها جميلة ولكن هذا حبب إليه الصيام لا أقول غير الفريضة تنين وخميس ثلاثة أيام من كل شيء الله يفتح عليك هذا حبب إليه أن يتلو ختمةً تلو ختمة ما حلش الله يفتح عليك هذا حبب إليه أن يصلي قيام الليل حاطة المصحف قدام منه الشاشة أو الجوال يجوز الإنسان في صلاة النافلة أن يقرأ ويقوم في إنسان حبب إليه أن يمسك السبحة وأن يسبح الله في إنسان حبب إليه أن يعمل طوعاً في جمعية خيرية في إصال الخير والمعروف إلى اليتامى والأرامل والمساكين إنسان حبب إليه أن ينظف بيوت الله عز وجل هناك جمعية تعنى بنظافة المساجد شوف أين تجد نفسك كل هذا إنما هو يزيد في الإيمان وأعظم شيء يزيد في الإيمان ذكر الله إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد وإن جلاءها لبذكر الله الذكر يكون بحالتين ذكر اللسان وذكر القلب ذكر اللسان نعرفه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عندنا أوراد افتح كتاب الأذكار للإمام النووي تجد فيه أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام تحدثك عن الأذكار وثوابها وهناك ذكر خفي أدعوا ربكم تضرعا وخيفة شو يعني خيفة يعني بينك وبين الله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم عود حط إيدك على قلبك شعر هذا القلب أنه ينبض بهذه الكلمة الله الله كل هذه ترفع شلون الإنسان لما بيعمل حمي بينزل الكلسترول بينزل السكر وبينزل الضغط وهذه الأشياء ذكر الله عز وجل بتهر ذنوب أيها الإخوة الكرام ما أجملنا أن نبتعد عن هذا المرض المعدي مرض قسوة القلب وضعف الإيمان أيها الإخوة الكرام آخر باب ندخل فيه إلى علاج أنفسنا بعد ذكر الله عز وجل هو التواضع التواضع ممكن الإنسان يستطيعه نبي عليه الصلاة والسلام قال من تواضع لله رفعه الله تواضع مع من تتعلم منه وتواضع للمؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين سأل الله أن يسلمنا وإياكم وأن يحفظنا وإياكم من كل سوء أعود إلى ما بدأتم به لا أريد أن تنطفئ جذوة الإيمان في قلوب أحبابنا المصلين نسمع من هنا ومن هناك هذه بلد فيها الخير صدقوني صدقوني ارجعوا ارجعوا وقرأوا التاريخ كان الناس يأتون من أسقاع المعمورة إلى هذه البلاد لبركتها ولخيرها تعرفوا سيدنا الشيخ بدر الدين الحسني وما أدراك والده مغربي مغربي أتى إلى هذه البلاد وتزوج من امرأة من بيت الكزبري وأنجبوا الشيخ بدر الدين من هذه البلاد بلاد بعيدة شيخ علي الطنطاوي جده من طنطا أتوا إلى هذه البلاد حتى إذا قرأت تقرأ بيت المغربي وبيت البغدادي وبيت كلهم ما تسمع بيت الكردي بيت أناس من كل بيت الأرمأوت كلهم أتوا إلى هذه البلاد لبركتها هذه بلاد محفوفة بالخير بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن شاء الله سوف ترون أن دعاء النبي قد تحقق فيها الحمد لله وليس عندنا ولا إصابة هذه الأمراض التي تفتك بالعالم تنهار برصات ما الجمعوه من الحرب العالمية الثانية إلى هذه الساعة يذهب هباء منثورة وأنا أرى والله أعلم وربك كلامي يعني يحتمل الخطأ والصواب هذا مرض كورونا هذا مرض بيولوجي بث من أجل سياسة يعني حاجة في نفسي عقوب وسترون في الأيام المقبلة ماذا المرض الذي ينتشر في الشرق وفي الغرب ويأتي إلى أهل الصين ويأتي إلى أهل العرب ويأتي إلى أهل الفارس ويأتي إلى أهل المغرب بسرعة تفوق سرعة الضوء ما أدري حتى الأطباء عجزوا سألوا الله أن يسلمنا سألوا الله أن يسلمنا لا تطفئوا جذوة الإيمان في قلوبكم قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الصلاة قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون بعدين والذين هم على صلواتهم يحافظون حافظوا على الجمعة والجماعة إن شاء الله يأتي رمضان ويكون عرساً إيمانياً نتقرب به إلى الله عز وجل بعيداً عما نرى وأن ترجع للكعبة عظمتها هي عظيمة وهيبتها بأن يطوف الناس فيها من كل فج عميق وأن لا يحال بين المسلمين وبين شعائرهم اللهم آمين أقول قولي هذا وأستغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر